موسيقى السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد ودائما مع تربية القطة والعناية بها فيديو اليوم سيكون خاص بعلاج الفتايات او لا التونية كما قلو بالطريقة فان شاء الله سوف نشرح لكم طريقة الهلاج التي نعتمدها مع القطة التي سهلة وليس مكلفة فقبل ما بدأوا الفيديو لا تنسوش انكم تبار تعجب الفيديو مع الاصحاب ديالكم بيش تعمل فائدة على الجميع ويلا ما كنتوش مشتركين اشتركوا بالقناة بيش العائلة ديالنا تكبر فكما كتشاهدو هنا معنا ميمي ميمي هي كتعليم المشكلة ديال الفتريات وصراحة هو مشكل كيقلق بزيال مربي القطة لانه كما كيعادي الانسان كيعادي حتى الحيوان فهنا ميمي كما كتشاهدو عندها الفتريات يعني بتطبط في الدهار ديالها فكما كتشاهدو ره قرعت من ذيك البلاثة البلاثة اللي كيكون فيها التونية كتقرع كما كتشاهدو في الفيديو فحاولوا انكم لين يكون عندكم قط فيه تونية حاولوا انكم تعزله على القطة الاخرى وكذلك حتى على الفراج ديال الدار وذيك الشي حاولوا انكم تعزله في واحد البلاثة اللي لا تكونش فيها الفراج باش ما كتنطاقلش ما كتنطاقلكونش فهالطريقة كتتفادو اننا تعادو متومة ولا قطة اخرين فبالنسبة لي لي انا اول حاجة كي نعملها هو اللي كمشتلها وخوصا كيكون فيها التونية كنحاول مشتل تصد المرات في المهار باش مايبقاش تحتك الغب في الماكان فتاني حاجة هو انني كنعملها بتاتين بتاتين اللي يعمل لي من توفر عند اي واحد من نزيل زياله كنحاول نجيب واحد قطينة وكنعمل فيها بتاتين باش نطهر لها ديك البلاسة اللي فيها تونية نحاول على ميلا في بلايث اللي فيهم تونية كاملين تفزقوهم زيان البيتابين موسيقى 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 فهما بعد ما كنت لها يعني مثلها البيتادين مزيان في الجلد ديالها نحاول نخليها تقريبا واحدة عجرة دقائق نحسن نشبك البيتادين ونزل مرحلة ثانية دروري انكم تعملوا هاد الخطوات لان هاد الخطوات هما لكي سرعوا العلاج وحاولوا انكم تكونوا احنالين مع القتاب ديالكم كما كتشاهدوا انا كنحاول نحب كلها بكشي باش ما تغرب ليش لان مع التصوير نبقى كلها ساعة من الشيء من جاء فكنحاول ان نهدأها باش تبقى في اللصة ديالها فهنا من بعد ما خليزها عشر دقائق كنتزول مرحلة ثانية نتبه المرحلة ثانية هنا كنعمل لها غريزيو هو مرهم بومد كين حتى الاقرص يعني كينات فانا كنحاول ان نعمل لهم غير مرهم لانا كينات يدخلوا على طريق الفم وانا كنتفادة انا لنعطيهم شي هذا فالعيدة فالمرهم احتوا بيجيب نتيجة الصراحة وكنا تعملوا دائما يكيجيهم هاد المشكل الفطريات فهو اللي كيفكني الصراحة فكما كتشاهدوا نعمل واحد كمية اللي لا بأس بها لانا تعملوا شي غيش ويش تعمل واحد كمية لا بأس بها وكتحاولوا انكم تعملوا واحد المساج خفيف لذيك البلاثة باش الجلد كيشرب بومد وكيستافد من الجلد وبالطريقة كتشافة بسرعة اما اذا عملتوا غيه هيدا دهنتوا ملفق وخليته فكتاخذ منكم واحد لقص طويل وما كتستافدتش من ذاك البومد فاذا جبرتوا اي موطع اخر فيه بحاولوا انكم تعملوا نفس الطريقة بالنسبة هنا هي الميمي فعند غفتها فقط بمعداج فلايس اخر فقلبوا القطوب ديلكم مزيان بجهة الرأس ديالهم الادون لان دك البلايس اللي كيكون فيهم للفطريات فيما كتاعدون مني فرحانة اعجبة الحال بالمازاج أنا كان في التشعر كنحاول أنني وش كينشي بلاسة أخرى فما ظهر لي شي فكينغف الظهر ديالها فكانت هذه هي أخر مرحلة فكتبقا وتعملوها للدواء يوميا ثلاثة ديال مرات في النهار نفس الطريقة اللي شوفتني عملتها كتعملوها ثلاثة ديال مرات في النهار فإذا بغيثوا القط ديال كوني برا بسرعة فهذه هي الطريقة اللي أنا كنت أتمدها مع القطوة ديالي تعملو الدواء ثلاثة ديال مرات في النهار وأهم من هذا الشي كامل أنكم قطط ديالكم ضروري يتعرضوا الأشياء على الشمس يوميا وخصوصا كي يكون فيهم الفطريات يعني ضروري هذه من أهم الخطوات في العلاج فأنتمنى الفيديو يكون لإعجاب ديالكم وكما العادة ما تنسوش تبار تجيوه مع الأصحاب ديالكم باستعمل فائدة على الجامعة اشتركوا في القناة